ورجعنا لكم من الفاصل عزيزي المشاهدين ولسه مستمرين في ثاني فقرات برنامجنا منوارني النهاردة ومشرفني دكتور محمد الشازد أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا سيد محمد عندنا موضوع النهاردة مهم جدا 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 وهو الشخصية المبدعة في البداية كده عايزين ندي المشاهد الكريم نبزة مختصرة عن تعريف للشخصية المبدعة الأول بسم الله أبدأ بقى كده واشتغل صدر دكتور أنا سعيدنا معاك أنت شخصية جميلة وشخصية متميزة فذائك وصاحب رسادة ربنا خليك الشخصية المبدعة الإنسان المبدع ده فورة قومية الإنسان المبدع ده قيمة إنسانية لوحده الشخصية المبدعة دايما بي عنده من الملكات والقدرات والإمكانيات اللي بيها ممكن يقدر يحدث تغيير نوعي في المكان اللي هو فيه دايما يا أستاذ محمد وسائل الإدراك عند الشخصية المبدعة دقيقة جدا ده باختصار شديد أحيانا بقى وطبعا ده مش دايما قلت أحيانا بعض بعض علامات ومؤشرات إن الشخصية دي إن الولد ده مبدع بتبقى موجودة في أول سنين حياته أحيانا وهو عنده ثلاث سنين أربع سنين خمسين ست سنين بتبدأ تظهر عليه بعض الإشارات والعلامات إنت كأب أو هي كأم تقول ابن ده مش طبيعي طيب إحنا بقى كأباء نشوف ابني عنده الموهبة دي نبدأ نثقل في الموهبة دي بالضبط أحيانا أحيانا للأسف الشديد إن بعض الأسر بتدفن الموهبة دي نشوفه كتير جدا يا بكتور خليل جدا الولد دايما الشخصية المبدعة يا أستاذ محمد كتير السؤال أي حاجة بيسأل عليها طيب الأب طيب أنا بقول للأب طبعا أنت تنمي في الولد الموهبة الجميلة دي سيبه يسأل وانت جاوبه وأحيانا الولد ممكن يسأل الأب سؤال كده صعب شوية فالأب ينجيب مبوخه قال له عيب الكلام ده ما تتكلمش كبار ما تدخلش في اللي مليكش فيه يحصل عند الولد كبت بدل ما الأب يبدأ يشجعه أنه هو يعني يديله مساحة من الحرية ويتناقش معه أنا لا أنسى أبدا الخليفة المأمون رحمة الله عليه في يوم الآيام وقع كده في القصر بتاعه على العرش بتاعه ودخل واحد من حبيبه وعنده طفل صغير ابنه فكان من عادة المأمون أنه هو أي ولد صغير يبدأ يتكلم معه ويتناقش معه علشان يفهم الولد باب يفكر ازاي كان زمان علشان واحد يبقى خليفة لازم يكون عنده إمكانيات وعنده قدرات مش موجودة عنده أي حد فيش وساطة فالخليفة المأمون قال له سأل سؤال غير عادي قال له يا بني هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ شفت خاتم أحسن من ده وما أدراك ما خاتم الملوك بتلاقي بقى عقيق سليماني مش عارف جاي من أي مكان غالي جدا فقال له أنت شفت خاتم أفضل من الخاتم إلا أنا لابسه الولد جاوب إجابة في نفس زياد الدقيقة قال له آه شفت فالمأمون اتعدل كده وقال له رأيت أجمل إن هذا الخاتم؟ قال له نعم شفت؟ قال له ما هو؟ قال له الإصبع الذي فيه السلام وجابها مني الإجابة دي أهو ده مؤشر إن الولد ده تفكيره مش طبيعي ده عنده إبداع السؤال ده لو بتسأل لي أنا شخصيا في السن ده أنا هسكت خريفة من الخلفاء رئيس دولة بيقول لي هل رأيت أجمل من هذا الخاتم؟ فأحيانا بيقى فيه مؤشرات وفيه علامات إن الولد ده نبغة الولد ده فلتة الولد ده مبدع نعم كلنا عارفين إن الشخصية المبدع دي بتكون شخصية متميزة عن الآخرين شخصية ليست تقليدية في التفكير وليست عادية في الاستنتاج حقيق إنما هي شخصية بتكون مميزة في كثير من صفاتها وخصائصها حال لو جاء نتكلم عن أهم عوامل بناء الشخصية المبدعة رقم واحد الأسرة ده عام مهم جدا أول حاجة نعم رقم اتنين تفعيل أول كلمة نزلت في القرآن اقرأ اللي هي اقرأ أنا أخذ لها برضو شق في الحديث موضوع اقرأ ده أنا عايز أقول إن في حاجة اسمها في كتاب اسمه ميلتنت إسلام الإسلام الثولي نعم الإسلام الثولي ده مع إن الكاتب بداعه أصلا مش مسلم إلا إنه قال بعض الحقائق اللي المشاهد لما بيسمعها بيستغرب بيقول إن القرآن ده فيه سبعة وسبعين ألف ربعمية تسعة وعشرين كلمة نعم تخيل إن الكلمات دي لما تدخل في ذهن الولد وفي عقل الولد اللواعي خبتك يا قسي محمد فيه شريحة كده في المخ الشريحة دي غير مسؤولة عن التفكير ولا الذكاء نعم الشريحة دي لازمت هي إيه؟ الشريحة دي هي عبارة عن مسجل بتسجل أي حاجة نعم علشان كده إنت حضرتك بتقول لي إيه هي الوسائل اللي بيها إن ممكن أنا أخلي فيه أولاد عندهم إبداع أبني شخصية مبداع قبل ما أقول لك على الإجابة أنا هقول لك قصتين تنسوا غيرين جدا جدا أنا مشاهد لازم يسمعهم أول قصة إن فيه واحد فيه عالم ياباني أحب إنه هو يعمل تجربة على البيض نعم خلاص ففيه كده جاب فرخة كده عندها بيض ومشاهد إيه فأنا جاي محطت مسجل جنب البيض وشغل أغاني كل يوم يشغل أغاني لحد نبيض فأس نفس الفكرة برضه جاب مسجل وشغل فيه آيات من الكلمات المقدسة جنب البيض التاني بعد نبيض ده فأس والبيض ده فأس حط مسجل كده وشغل الموسيقى اللي كان بيشغالها والبيض موجود الفأس اللي طلع من البيض ده بدأ إن هو يتجمع حوالين الموسيقى اللي كانت بتشتغل وهو كان لسه في البيض ونفس الفكرة برضه لما شغل القرآن بدأ الفأس ده الفراخ الصغيرة دي بدأت تيجي حوالين المسجل اللي هو فيه قرآن وتتجمع حواليه الأولاد كانواه أهم من الكلام ده يعني ما صاره يموته العالم الألماني اللي هو قبل ما يموت مات سنة 2014 كان مهتم جداً بمسألة البحث عن الماء والكلام ده فعمل كتاب اسمه The Methodist Promotor رسالة من الماء بيقول إن الماء ده بيبعت رسالة طيب بيقول إن الماء ده بيتأثر بالتفكير لو أنت عدت جنب الماية يا أستاذ محمد حطتها جنبك كده وعادت تتفكر بيقول إن الماية دي بتتأثر بالتفكير بل رب بتاعتها إن كانت إيجابية أو سلبية حسب النوع التفكير اللي أنت بتفكر فيه طيب ده بالتفكير لا بيقول بقى إن الماء كمان بيتأثر بالكلام لو أنت تكلمت جنب الماية الماية دي بلوراتها بتتأثر بالكلام فعلشان كده لما هو بدأ يقرأ الفاتحة مع إنه مش مسلم بدأت البلورات دي تتخذ أشكال سوداسية وسباعية شفافة جميلة جداً حتى أنه بدأ يخضع الماء ده للعلاق طيب إذا كان الكلام ده خاص بالجماعة تأثر وخاص بالطيور أو الحاوانات عموماً يعني تأثرت فما بدأ بالطفل الصغير علشان كده أنا بقول للأم أنت عايزة تنشئ ابنك ده وتربيه على إنه بإنسان مبدأ في حياته القرآن لازم تهتم به في فترة الحمل فترة الحمل شوف الإنسان وهو في بطن أمه أربعين يوم نطفة أربعين يوم علقة أربعين يوم مضى يعني أربعين زائد أربعين زائد أربعين مية وعشرين يوم يعني أربع شهور بعد الأربع شهور دول بينفخ فيه الروح نعم بعد نفخ الروح الولد ده عنده استعداد يا أستاذ محمد يستقبل أي كلمات طيب هرجع مع حضرك تاني لأهم عوامل بناء الشخصية المبدعة تحدثنا وقلنا أن أهم وأول عامل هو الأسرة هل هناك عامل أخر في بناء الشخصية المبدعة؟ القراءة القراءة نعم القراءة دي هي دي بقى وقول الشرارة اللي هتخالي الولد ينطلق نعم مستحيل الولد دي بقى عنده مفردات كلها إبداعية والولد ده مبيفتحش كتاب علشان كده الأول كلمة نازلت في القرآن اقرأ معين يا أسف الحمد لو إحنا نعمل وقفة نقول إن الكلمة دي يعافون يعني أنا بقى إنسان هو تخليني أنا مش مسلم وبعدين أنا ببدأ أحلل في القرآن أقول إن الكلمة دي على غير مقتضى يعني على غير مقتضى يعني البيئة اللي القرآن نزل فيها بيئة شركية لا تؤمن بالله وحب يقبض الكواكب وحب يقبض نجم وحب يقبض آلهة أصنام طيب المفرد حضرتك بتدفعني لسؤال آخر ولا يعني له علاقة بهذه الإجابة هل الشخص المبدع أو هناك يوجد هناك شخصية مبدعة غير متعلمة عجب تقولي قراءة فهل هناك شخصية مبدعة تكون غير متعلمة بص مبدئيا الإبداع هو الذكاء نعم ده يعني أكبر مثال لشخص مبدع وهو غير متعلم حقيقة حقيقة أنا عايز أقول إيه عايز أقول إن النبي كان يوحى إليه نعم فدي قصة تانية نعم لكن لما أقول إن هل فيه إنسان بشري لا يوحى إليه عمل مهضة وهو ما تعلمش زي نيوتن نيوتن أول مرة والدته أم جاي الولد فاشل في قولي ابتدائي تانية ابتدائي تالت ابتدائي فاشل زميله كلك منتفوقين وهو فاشل جدا نعم فالمدير بتاع المدرسة قال لها بقولك ايه خذ الولد ده بعديه عني الولد ده فاشل هيقد الأولاد دول أخذت نيوتن ودته عند واحد فلاح قالت بقولك ايه أنا عايز ابن يطلع فلاح شطرة أو حتى ينفع نفسه قاعد مع الفلاح ده سنة قال لها فاشل ابن فاشل غبي مفيش مفيش فايد أم جاي واخد نيوتن وده عنده واحد نجار برضه فاشل زميله في الوقت ده كان في قول اعداده هو لسه في مرحلة الابتدائي لتعاخر تعليمه نعم بدأ نيوتن شوف فا بدأ نيوتن في الوقت ده انه يقرأ لديكارت شوف فا بدأ يقرأ لديكارت طب ها السؤال هل هو ترقى في مناصب تعليمية ابتدائي اعدادي ثانوي في الأول لا فاقا عندنا نموذج تاني عباس العقاد عباس العقاد ده ما يتعلم لم يتلقى في مناصب التعليم واحدث نهضة وكان إنسان حقيقي مبدع فانا عايز اقول ان الابداع التعليم بيزكيه التعليم بيناميه نعم طيب المحبطين والمهبطين مفيش اكتر منهم فحيات انا كشخص مبدع ازاي وجه النوع ده من الاشخاص ما هو انسان مبدع وهيلاقي فيه ناس كتيرة بتتكلم عنه وقفلوا حجر عفرة في الطريق يتأكد انه هو على الطريق السليم وانه هو دايما لما بيسمع تجارب الكبار يعني فيه كتاب انصح المشاهدين كلهم انهم يقرؤوه عظماء بلا مدارس عظماء دايما انت تقول عظماء بلا مدارس ما بيش مدارسة تخرج منها إلا انه هو بقى عظيم طيب هو الانسان لما بيقابل كل العواقب دي وطبيعي جدا انسان ناجح انسان في الحياة له بصمات في الحياة أكيد هيلاقي معاوقات إحدى معاوقات دي هيلاقي ناس تتكلم عليه ناس تقفلوا في الطريق ناس تحاول تحبطوا ناس تحاول تديروا سلبيات ناس دايما لابس النظارة السودة وأي حاجة بيعملها يتكلموا عليها ان هي لا 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 غلط طب يعمل ايه؟ يقرأ في تجارب الآخرين تجارب الكبار نعم يقرأ في تجارب الكبار علشان هم برضوا قابلهم نفس بص التاريخ بيعيد نفسه نفس الكبار هؤلاء الكبار اللي هم مالوا الدنيا علمه وبصمات وآثر الكبار دول قابلهم عفرات وقابلهم ناس محبطين وقابلهم ناس سلبيين حقيقي لازم الكراءات في الكتب دي هتنمي عنده مهبة دي ازاي هو يتفاد دي وازاي هو يعالج دي وازاي هو يعالج اللي هو قاعد يكلمه ده وتلاقي واحد عايش معاه خاله ولا عمه ولا ابن خالف وقا عايش معاه ودايما بيحبط فيه العلاج ايه اقرأ لهؤلاء الكبار نعم طيب دكتور محمد امتى نقول ان الشخص ده مبدع وهل الابداع ده مرتبط بسن معين الابداع غير مرتبط بسن معين احنا قلنا لما يكون طفل مبدع وفي حاجة كويسة نبدأ نثق المهبة دي علشان يمشي على الطريق الصحيح بالظبط طيب امتى بقى نقول ان الشخص ده مبدع لما يسيب بصمة في الحياة نعم تفيده وتفيد المكتب طبعا اترك اثرا قبل ان ترحل وكن رجلا ان اتوا بعده يقولون مرة وهذا الاثر بعد ما يموت الله يرحمه الله يرحمه ساب دي يعني شوف ادسون ادسون لما يعمل 261 محاولة علشان يصنع المصباح ده انا لو عملت محاولة في اي شيء مرة واثنين وفشلت فيها انا هقعد مش اكمل لا ده عمل 262 محاولة في صناعة المصباح وفشل ونجح في المتين وستين فدائما كان يقول انا اجمل حاجة تعلمتها اتعلمت متين وستين تجربة فشل عشان ما اعملهاش تاني وانصح اي حد انه ما اعملهاش نعم طيب دكتور محمد يعني هل هناك علاقة بين الفوضى والذكاء الوقت انا كاب عندي مثلا اربع اولاد اشأة عيل فيهم ده اللي ذاكي وشاطر في الدراسة وبيعمل كل حاجة صح هل هناك علاقة بين الذكاء والفوضى طيب الذكاء نعم اللي لم يستثمر صار فوضى علشان كده انا بقول عايتها ثاني الذكاء اللي لم يستثمر صارت فوضى يا جماعة ما فيش حاجة اسمها كلية قمة وكلية قاعة كان ده مش موجود نعم ما هو ماشي واحد دخل طب وجاب مجموع كبير وبعده جاب مجموع كبير ودخل طب ومعندهش اخلاق ما هو البرزولين اللي هي تمانها ستة جنيه مطهر للانف ومشايف ايه حط عليها الليمون وبعض مواد كيموية بقيت مواد مخدرة وبقيت انبع برقم وبقت غالبان يروح يشتليها مش لقيها لكاب ستة جنيه في المتناول الجميع نعم فان فيش حاجة اسمها اذا اقول لي لا فيه حاجة اسمها فيه حاجة اسمها إنسان صاحب رسالة نعم إنسان صاحب رسالة في أي فن النفنون جاب أي تقدير هو في أي مكان هيشتغل فيه وهينبغ فيه وهيسيب بصمة فيه في الحالة دي هقول ده إنسان مبدع نعم طيب دكتور محمد في بداية سنة 2021 ربنا ان شاء الله يجعلها سنة فرح وسعاد علينا جميعا وزيح عنا الداء والباء أمين رب العالمين لو في رسالة من دكتور محمد الشازي للشباب في بداية السنة تحب تقول لهم إيه تفقلوا تفقلوا بالخير تجدوا معا هو دايما ان التشاؤم ده معوق انت حاضرتك لسة كنت بتقول لي اللي هما المثبطين واللي هما دايما بيكلموا كلاما علشان يثبطوك وعلشان هما يهدوا من عزمتك وحركة البلد فيه ناس قعدة بيحاولوا يقللوا منه الكلام ده موجود لأنه تفقل تفقلوا بالخير تجدوا وإنبعا السلام كان يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة ده على مستوى الفردي فنبدأ على مستوى الدولة أولى طيب دكتور محمد في الختام هطلب من حركة تبصي للكاميرا وتوجه رسالة سيدة المشاهدين بصي كده للكاميرا ووجه رسالة سيدة المشاهدين ابنك انت هتسأل عنه في يوم الأيام هطلب من إيد رب العالمين وهيسألك ابنك ده عملت فيه إيه فيه بنت ستقف قدام رب العالمين وتعمل استئناف رب العالمين يقول لها ادخل النار تقول له لأ مش هدخل النار ادخل النار تقول له مش هدخل النار رب العالمين يقول لها ليه تقول له حتى أدخل أبي قبلي فإنه لم يربيني التربية الصحيحة فابنك أمانة اهتم ابنك ابنك ده مشروع بلد ابنك ده مشروع حضارة السلام عليكم أنا في الختام بشكر حضرك شكرا جزيلا موارتين وشارتيني النهاردة وإن شاء الله يبدينا لقاءات أفرابيزني لأمه بعد ربنا أحليك أبرتك عدد المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامجكم منكم البعض في الختام عايز أبارك لزميلي أحمد جولو لنجاحه في برلمان الشباب دي كانت حلقتنا النهاردة من برنامج منكم البعض استنونا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي في نفس المعاد السلام عليكم